من أن يحاول النظام التركي توفير الحماية للنساء يتوجه حزب العدالة والتنمية إلى الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي التي تم توقيعها في اسطنبول قبل نحو تسع سنوات التسريبات التي خرجت من داخل حزب أردوغان حول الانسحاب من الاتفاقية التي تهدف لحماية النساء جاءت بعد أسابيع قليلة من مقتل شابة تركية على يد صديقها السابق وهي الجريمة التي حركت العديد من ردود الفعل المستنكرة للجريمة ولحالة التردي التي وصلت إليها المرأة التركية في السنوات الأخيرة حيث شهد عام 2019 فقط مقتل 474 امرأة علاوة على تعرض آلاف لدرجات مختلفة من العنف الجنسي والجسدي داخل المنزل وخارجه المسيرات التي انطلقت في أنحاء تركيا منددة بتوجه الحزب الحاكم لإلغاء الاتفاقية تعاملت معها قوات الشرطة بقوة مفرطة وألقت القبض على عدد من المشاركين والمشاركات نظام أردوغان نفسه ما زال يتعامل بكل عنف ضد المرأة وتواصل الشرطة التركية استخدام العنف ضد المتظاهرات التي يطالبن بحقوقهن أو مظاهرات الأمهات التي يبحثن عن أولادهم الذين اختفوا في ظروف غير معروفة رغبة نظام أردوغان في التخلص من الاتفاقية التي تشارك بها 45 دولة تأتي في إطار تقويض هامش الحريات في البلاد وتوفير غطاء قانوني لمرتكب جرائم العنف المنزلي بعد أن تراجعت شعبية أردوغان لمستويات غير مسبوقة وخاصة واستقطاع النساء التركيات التي ينظر إليهن كأصوات انتخابية مؤكد ذهابها لمعارض أردوغان وحزبه في أي استحقاق ديمقراطي مقبل كعادة النظام التركي في التمسح بالأخلاق والدين يزعم معارض الاتفاقية إنها تقوض القيمة التقليدية التي تحمي المكترع وبررت مؤسسة الشباب التركية التي يتحكم فيها بلال نجل أردوغان الانسحاب من الاتفاقية بحديث من نوعية أن الدين هو الذي يحدد القيمة الأساسية والنظرة إلى الأسرة في تناس متعمد لحقيقة أن من وقع على الاتفاقية وأدخلها حيز التنفيذ كانت حكومة أردوغان والعدالة والتنمية في عام 2011 فيما يؤكد مؤيد الاتفاقية من حقوقيين وقانونيين أن الاتفاقية والتشريع الذي أقر بعدها في حاجة إلى تفعيل حقيقي وتطبيق أكثر صرامة ترجمة نانسي قنقر